وبيفاوض أيضا محمود جهاد لعب فاركو بيكلم فاركو فاركو بالنسبة له اللعب ده أست مهم جدا لعب خطه وسط تقيل لعب دولي في مراحل عمرية شابة أخيرها المنتخب الأولمبي ما كانش بيلعب في الأولمبياد الأخيرة لكنه كان لعب كتير قوي وكان من اللعبة اللي شاركت في أمم إفريقيا اللي أهلتنا إلى الأولمبياد قرار إدارة فاركو هو اللي إيه؟ فاركو عموما بالنسبة له القصة عرضه طلب والتفاوض المادي يحسم خصوصا أن فاركو بالنسبة له خط وسطه معتز به قوي يعني فاركو بيقول أن أهم خط وسط أو أهم خط عنده في الخطوط هو خط الوسط وبالتالي هل يقبل أو التفاوض يمشي إزاي لنرى من الناحية المادية في الساعات اللي جاية لكن الزمالك متمسك جدا تبقى لرؤية جوزي جوميز على اللاعب وشايف أن اللاعب ده يعني ورقة مهمة جدا إذا تمت اللاعب نفسه مرحب جدا بالانتقال إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية طيب بمناسبة الزمالك زي ما قلت لكم من شوية معنا لاعب الزمالك السابق محمود شبانة قد تكون رحلته رغم أن هي فيها انضمام ثم عدة إعارات قبل الانضمام للاتحاد السكندري كانت قصيرة قوي في الزمالك ما استمتعش حتى بفكرة أنه حقق حلمه لما انضم للزمالك بسبب قصة إيقاف القيد مرة وبعد كده لما رجع إعارة في إعارة وحتى الماتشاتة الأولية اللي لعبها مع الزمالك ما كانش موفق الفريق ككل وهو فهنتكلم معا عن الرحلة دي وعن موسم كامل مع الاتحاد السكندري قضاء في الأيام أو في الشهور الماضية ده بالنسبة لنادي الزمالك